بسم الله الرحمن الرحيم نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابي تفسير الشيخ بن سعدي وكتاب عمدة الأحكام سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يسهل علينا أمورنا وأن يفتح علينا وعليكم بمنه وكرمه وأن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه في هذا اليوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر السادس من عام أربعة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية نستمع إلى تفسير الآيات الحادية والعشرين من سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم منته على عباده وفضله والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده حسن في هذه الآيات نحتاج إلى أن نعرف عددا من العناصر منها مناسبة هذه الآية لما قبلها وبيان مفرداتها وألفاظها والمعنى الإجمالي وكذلك الفوائد والأحكام التي تستفد من هذه الآية هذه الآية موضوعها أولا سابق إذن الموضوع المسابقة إلى الخيرات مناسبة هذه الآية لما قبلها الآية التي قبلها كما سمعنا في الصلاة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ذم لهذه الدنيا وعدم الركون إليها والخلود إلى زخارفها وشهواتها وملاذها فمدام أن الدنيا بهذه الحال فلا تغرنكم أيها الناس هذه الدنيا بل سابقوا وسارعوا واجتهدوا في استثمار هذه الدنيا بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات فلما ذكر ووصف حال الدنيا دعاهم إلى عدم الاغترار بها وأن يستثمروها في المسابقة إلى ما عند الله عز وجل من المغفرة والجنات المفردات سابقوا سابقوا من المسابقة والمسابقة تكون من الواحد وتكون من الاثنين وتكون من المجموع أو الجمع وهنا النداء بصيغة الجمع أيها الناس سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجاء في القرآن سابقوا وجاء فيه في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مسارعة السابقين في المضمار ما رأيتم الناس يتسابقون في السباق سواء على الأقدام أو في السيارات أو في الخيل أو في الجمال يتسابقون ليصلوا إلى الهدف والنتيجة هي فوز المشمرين الجادين الذين وصلوا بسرعة وهم سابقة جادة هم الذين سيفوزون وكما أن الأمر في الدنيا الأمر في الآخرة تماما الناس كلهم في حلبة السباق وميدانه المؤمن على اختلاف درجات المؤمنين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وأيضا بين المؤمنين وغير المؤمنين فالكفار مهجومون في السباق الإيماني إلى الدار الآخرة سابقوا وفي هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وقد جاءت صيغ المسابقة والمسارعة في القرآن على أقسام وأنواع منها المسابقة بالأمر سابقوا كما في آية الحديد ومنها الأمر بالمسارعة كما في سورة آل عمران ومنها الأمر بصيغة إضافة الفاء فاستبقوا الخيرات كما في المائدة وجاءت أيضا بحال المتسابقين من أهل الإيمان والرسل عليهم الصلاة والسلام وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه وش صفاتهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعي وفي سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وجاءت بلفظ الاستجابة استجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وجاءت بصيغة الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت إذن هذه صيغ متعددة وأساليب مختلفة جاءت في القرآن للحث على هذه القضية العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس وما جاء الأمر بها بعد الركون إلى الدنيا وعدم الاغترار بها وأنها لهون ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر قد ينسى الإنسان المسابقة فيفوت عليه الأمر وهذا واقع حال كثير من الناس مع اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد ومع مديات الحياة وزخاري فيها يغفلون فهذا سابق وهذا مقتصد وهذا ظالم لنفسه هذه هي الصفات وأفضلها وأولاها ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سابق إلى تعدى بإلى اللي يسابق إلى سباق الدنيا إلى إلى النهاية الهدف المراد تحقيقه وأما مسابقة أهل الإيمان فهي إلى مغفرة من ربكم وجنة لاحظ التعبير سابقوا إلى مغفرة يحتمل المعنى إما أن نسابق إلى أن تتحقق لنا المغفرة وإما أن نسابق إلى المغفرة بالأخذ بأسباب المغفرة كثرة الاستغفار كثرة الدعاء العمل الصالح الذي يقرب إلى مغفرة الله عز وجل والمغفرة عظيمة وأي شيء نريد الإنسان بعد المغفرة أن تغفر له ذنوب وخطاياه على نيتها وسرها أولها وآخرها ما كان في باب العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها لأن الإنسان طبع على الزلل ويحتاج إلى أن يأخذ بأسباب المغفرة والمغفرة منين من الكريم الجواد سبحانه الذي يقبل استغفار المستغفرين ويقبل توبتهم وهذا فيه نوع ترغيب بالمسابقة إلى المغفرة فالمغفرة ليست من أحد من الناس يمن بها وإنما هي لله عز وجل الذي يفرح باستغفار عبده ويفرح بتوبته إليه ربكم خالقكم رازقكم بارئكم مالككم سابق إلى أسبابها وموجباتها كالاستغفار والتوبة وسائر الأعمال الصالحة أي بحسب وعد الله عز وجل وإلا فالعمل نفسه العمل نفسه غير موجب للمغفرة ما يوجب للمغفرة إلا إرادة الله عز وجل الرحمة بعبده والمغفرة له ولهذا لا يغتر الإنسان بعمله مهما عمل من الأعمال فإنه لم يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ولهذا جاء في الدعاء أسألك عزائم مغفرتك أسألك عزائم مغفرتك أي ما يجعلني عازما على الأخذ بأسباب مغفرتك من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح أي أن توفقني للأعمال التي تغفر لصاحبها لا محالة ومنها المسابقة إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى العقيدة الصحيحة وإلى لزوم السنة وإلى الحرص على الصلاة الحرص على الصلاة بإلمسارعة فور الأذان وأيضاً الحرص على تكبيرة الإحرام وأن لا تفوت الركعة الأولى ولا تكبيرة الإحرام مع الإمام قال مكحول أن المراد تكبيرة الإحرام وقيل المراد الصف الأول ولا وجه للتخصيص الأصل العموم الأصل العموم في كل ما يعين على المسابقة إلى فعل الخير فهذا وتكبيرة الإحرام والصلاة والمسارعة إليها من جملة ما تصدق عليه وتدل عليه هذه الآية وإلا فالمسارعة إلى الصدقات إلى الصيام إلى الحج إلى أعمال البر إلى كل أنواع الخير وأيضا في المقابل اجتناب كل وسائل الشر وطرق ومع المغفرة المسابقة إلى المغفرة المسابقة إلى الجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فهل بينهما فرق نعم ولهذا عطف الجنة على المغفرة لأن الإنسان بعد ما يغفر له وتغفر له ذنوبه يستحق دخول الجنة والجنة تحتاج إلى مسارعة تحتاج إلى مسابقة كما يسابق كالناس في الدنيا ومراتب الدنيا سابقهم إلى الآخرة سابقهم إلى الجنة الجنة العظيمة الواسعة التي عرضها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض على أن يكون اللام في السماء والأرض للاستغراق يعني ساعة هذه الجنة كساعة السماوات والأرض أو السماء والأرض وإذا كان هذا طولها وإذا كان هذا عرضها فما بالكم بطولها إذا كان عرضها السماوات والأرض فما بالكم بالطول لأن العرض دائما يكون أقصر من الطول فإن طول كل شيء أكثر من عرضه وقال بعض أهل العلم عرضها أي مساحتها في الساعة لماذا قدمت المغفرة على الجنة كما تقدم التخلية على التحلية تخل من الذنوب لتتحلى بالمغفرة ودخول الجنة وقيل المراد بالجنة هنا جنة كل واحد من أهل الجنة فجنة كل واحد من أهل الجنة عرضها كعرض السماء والأرض لا إله إلا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفضل الله واسع وأوسع مما يتصوره الإنسان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعة ولا خطر على قلب عشر أفلا يدعو كذلك إلى المسارعة في الخيرات من اللحظة من الآن الأخذ بأسباب المغفرة والجنة بالعمل الصالح الجنة ليست رخيصة ما ينالها الكسالة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن ليس يصيبها في الألف إلا واحد لاثنان نسأل الله أن يجمعنا بكم ووالدينا والمسلمين في جنات النعيم إنه جواد كريم وقال ابن كيسان المراد بها جنة من جنان الآخرة إذن الآن عندنا ثلاثة أقوى الجنة بمفهومها العام الواسع التي تقابلها النار والقول الثاني أنها جنة كل واحد من المؤمنين في الجنة والناس تختلف جنانهم كما تختلف أعمالهم فالسابق ليس جنته كجنة الظالم لنفسه أو المقتصد والناس مقامات ودرجات هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل والقول الثالث قول ابن كيسان جنة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليس جنة واحدة وإنما هي جنان وإن ابنك في الفردوس الأعلى ولهذا يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أي سابقوا أقرانكم في مضمار الأعمال الصالحة ولهذا لا تنظر إلى الناس يا أخي الذي يريد نجاته انظر إلى نفسك واجتهد في أن تسابق لا يغرنك ويثبطنك الكسالة ولا تصاحب الكسالة أصلا والمثبطين كن دائما مع المشمرين المسابقين المسارعين إلى الخيرات وأدوا ما كلفتم به من أوامر الشريعة واتركوا النواهي وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل وترك الصلاة والتساهل في الزكاة والصيام والحج والأعمال الصالحة إذا فعلتم ذلك أدخلكم ربكم بما قدمتم لأنفسكم جزاء بما كنتم تعملون لكن ليس العمل وحده دون الرحمة والمغفرة من الرحيم الغفور سبحانه وهذه الجنة جنة سعتها كسعة السماوات والأرض يذكرون أن بعض الشياطين والمتحذلقين يقول إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فليس فيه نار خلاص يحجج لنفسه في التساهل والكسل والذي خلق الجنة عرضها السماوات والأرض يخلق النار التي هي مثل ذلك وعلى ما وصف الله عز وجل نقف حيث وصف الجنة والنار وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان ولا يدخل الإنسان في الحذلقة والتفاصيل التي قد يزينها الشيطان ويعترض فيها على قدرة القادر العظيم الحليم الحكيم سبحان هذه الجنة وهذه المغفرة لمن أعدت أعدت يعني هي الآن معدة أو ستعد لا هي الآن معدة وموجودة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله هاتان الصفتان العظيمتان التي يدخل تحتهما صفات عظيمة وكبيرة ومتعددة وكثرة الإيمان هو ثمن الجنة أعدت للذين آمن الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره في أركان الإيمان الستة المعروفة وأيضا ما يتبعها من الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان أو في كماله في كمال الإيمان أعدت للذين أعدت يعني هيئت جهزة أصلحت أحسنت جاهزة لأهل الإيمان ويستحقون ذلك على إيمانهم للذين آمنوا بالله سبحانه في وقت يكفر فيه الناس وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين فيا أيها المؤمن أبشئ ولكن حقق هذا الإيمان بأن يكون على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا بالأعمال الصالحة لأن الإيمان ليس فقط في القلب نعم هو في القلب لكن تصدقه الأعمال ما وقر في القلب وصدقه الأعمال وصدقته الأعمال وإلا قد يقول الإنسان أنا مؤمن وشاء الدليل تؤمن ولا تصلي تؤمن ولا تزكي تؤمن ولا تفعل الخير تؤمن ولا تترك الشر والمحرمات والمنكرات إذن الإيمان قول وعمل وعقيدة اعتقاد قول باللسان وعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان آمنوا بالله وأيضا آمنوا برسله الأول الإيمان بالله جانب الإخلاص والإيمان بالرسل جانب المتابعة لأن الذي يؤمن بالله لابد أن يؤمن برسله ورسله سبحانه وتعالى وعليهم الصلاة والسلام لسيما أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باتباع سنته لا يمكن أن تدخل الجنة إلا عن طريق السنة ولهذا فالذين يغفلون عن السنة بالآراء بالأهواء بالأقوال بالخلافات احرص على أن تلزم السنة فالسنة سفينة نوح من ركبها نجع ومن تركها هلك دائماً يعود المسلم نفسه على التوحيد وعلى السنة وأن يحرص على الإيمان وعلى السنة ما هي السنة في الصلاة فيتبعها صلوا كما رأيتموني أصل السنة في الحج خذوا عني مناسككم وهكذا يترسم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخ ولاحظ ما قال آمنوا بالله ورسوله بل قال آمنوا بالله ورسوله ليؤكد أن على المؤمن أن يؤمن بجميع الرسل ولا يتم إيمان المؤمن حتى يؤمن بجميع رسل الله الذي يؤمن بمحمد ولا يؤمن بعيسى ليس بمؤمن الذي يؤمن بمحمد ولا يؤمن بموسى ليس بمؤمن وهكذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله كافة عليهم الصلاة والسلام أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله يعني هذه الجملة أعدت يجوز أن تكون مستأنفة وعلى سبيل الابتداء ويجوز أن تكون صفة لما قبلها وهي الجنة التي أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك الإشارة في قوله ذلك إلى ماذا تعود إلى ما وعد الله من المغفرة والجنة ذلك المغفرة والجنة فضل الله وعطاؤه يؤتيه أي يعطيه تفضلا منه وإحسانا من يشاء إيتاءه إياه من يشاء الله إيتاءه إياه هذه المغفرة وهذه الجنة يؤتيه إياه أي هذا الذي أعده الله تعالى لهم من فضله ورحمته ومنته عليهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذه فيها قاعدة أن الإنسان لا ينظر لا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه ولهذا الحديث الصحيح الذي جاء فيه فقراء المهاجرين يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني ذهب الأغنية بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم و يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبق لا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين هذا الفضل وهذا العمل يعدل عند الله عز وجل الصدقة والبر والعتق والصلاة والصيام لأنه قال تسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا أحد صنع مثل ما صنعتم انظر هذا الفضل العظيم للتسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة وكم يغفل عنها كثير من المصلي قال لي ما يصدق إنه يسلم الإمام ثم يقوم أو يسلم هو إذا كان يصلي لنفسه في نافلة أو لعذر في بيته فتجده ساعة ما يسلم لا لا يستعجلنك الشيطان ولا يستخفنك انظر ثواب هذا الأجر أفضل من ثواب من يملك الملايين ويتصدق بها إذا سبحت وكبرت وسبحت وحمدت وكبرت ثلاثا وثلاثين وختمتها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة لم يكن أحد بأفضل مما جئت به ومع ذلك لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنية بهذا الفضل فعملوا مثل ما عملنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشعر دائما عود نفسك على ألا تحسد أحدا على ما أتاه الله إياه وأعطاه إياه أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ونافس في الخير وفي ذلك فليتنعفس المتنافسون إذن فضل الله دائما نحن حتى في أعمالنا يجيك واحد يقول والله زميلي يا شيخ ترقى وأنا ما ترقيت وشنجيب ذلك فضل الله يؤتيه من يشعر والله ذو الفضل العظيم اطلب الله ادعو الله أن ينيلك هذا الأمر كما ناله غيرك ولا تحسد أحدا فإن هذه من الخصال الذميمة أن يقول لنسى ليش إفلان وانا ليش طيب له ما تدنعان لعله مؤشرات الأداء عنده عشرة من عشرة وأنت مقصر في مجال عملك إذن المسابقة مع أن الناس يحرصون أهليها في الدنيا لا تنظر كم وضعت في رصيدك هالشهر خمسين ألف ولا عشرة آلاف ولا مئة ألف أعرف كم وضعت في رصيد الآخرة من الأعمال الصالحة من الإيمان والبر والتسبيح والذكر وقراءة القرآن والإحسان إلى المحاويج وإلى الفقرة والمساكين ومن بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والجيران وذوي الأرحام والمسلمين جميعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي والله واسع العطاء عظيم الفضل يعطي من يشاء ما شاء كيف شاء كرما منه سبحانه وفضلا ويبسط له الرزق في الدنيا ويهب لهم النعم ويعرفهم مواضع الشكر ثم يجزيهم في الآخرة ما أعد لهم مما وصفه من المغفرة والجنة التي عرضها عرض السماوات والأرض المعنى الإجمالي يحث الله عز وجل عباده في هذه الآية على المسابقة إلى الخيرات والمسابقة إلى الأخذ بأسباب المغفرة والتوبة والاستغفار وإدراك مغفرة الله عز وجل والجنة العظيمة التي أعدها الله للمؤمنين للذين آمنوا بالله ورسله وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هداية الآية أولا الحث على المسابقة إلى الخيرات الحث على المسابقة والمسارعة إلى الخير وإلى المغفرة والأخذ بأسبابها مكانة المغفرة وأهمية الاستغفار وتخلي الإنسان من الذنوب والمعاصي والمنكرات لأن هذا يعني دليل النظر ودليل العقل دل القرآن على المسارعة والمسابقة ودلت السنة القولية والعملية إلى المسابقة إلى الخيرات بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم اغتنم خمسا قبل خمس النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شيء من فيء الصدقة فيقول ما أود لو أن يبقى عندي منه شيء هذه الليلة وفزع إلى إخراجه وإلى التصدق به صلوات الله وسلامه عليه من يضمن لك الحياة من يضمن لك الحياة فسارع حين نصلي على الأطفال نصلي على شباب نصلي على الجنائز من هم في منتصف الأعمار وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فأنت ما تدري متى يفجأك الأجل تقول والله بصبر لما يصير عمره ستين سنة لما أتقاعد لما أتزوج لما يكون عندي أموال لما لما يأتيك الموت ضغط ولهذا بادل فدليل الكتاب ودليل السنة القولية والفعلية والمنطق والعقل والرأي السديد وعدم الاغترار بهذه الدنيا والنظر السليم يحتم على الإنسان أن يسابق وأن يسارع إلى الخيرات أيضا بيان الجنة وبيان وبيان ما يكسبها وهو الإيمان أهمية الإيمان بالله عز وجل وجوب الإيمان بجميع الرسل شوف الفرق بيننا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيرنا هم لا يؤمنون بمحمد لكن نحن نؤمن بجميع أنبياء الله ورسل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة الحرص على الأخذ بمستلزمات الإيمان وأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعوة ولكن ما وقر في القلب من التوحيد والسنة ولزوم الحديث والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى هذه الماحة فيما يتعلق بهذه الآية العظيمة نسأل الله أن يرزقنا التدبر وأن يجعلنا من أهل هذه الجنة الآية المسابقين إلى المغفرة والجنة ومن المؤمنين بالله ورسله وأن يشملنا بمنه وفضله وعطائه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم يا ذا الفضل العظيم اشملنا بفضلك ووالدين والمسلمين والمستمعين يا كريم يا جوات الحديث ساق المسنف رحمه الله تعالى حديثاً عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حسن هلاني الحديثان الحديث الثامن والحديث التاسع من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام باب المواقيت حديث عائشة رضي الله عنها وأيضا بلفظ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء وحديث بن عمر نحو حديث عائشة ولكنه عند مسلم بلفظ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان إذن حديث عائشة وحديث بن عمر في اللفظ الأول في الصحيحين في الصحيحين عند البخاري في صحيحه وعند مسلم وأما حديث ابن عمر الذي أحاله المصنف بقوله عن ابن عمر نحوه أو نحوه فلافظه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء وَلَا يَعْجَلَنَّ وَلَا يَعْجَلَنَّ يحتاج إليه الناس وهو من فقه المسلم وأيضا هو دلالة على تقرير مبدأ يسر الشريعة شريعة ميسرة وأن الصلاة مع مكانتها ومنزلتها في هذا الدين وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام ولو أن تسمع الندى ويؤذن وحضر الطعام لا صلاة بحضرة طعام إذا حضر العشاء والعشاء فابدعوا بالعشاء قبل العشاء لاحظ الفتح والكسر هنا حتى لا تخلط في المعاني وتكسر المعنى إذا أقيمت الصلاة أي صلاة إذا أقيمت الصلاة أي صلاة إذا أقيمت الصلاة ها بأنك أقيمت صلاة العصر وحط الغداء تدعو ما شاء الله تخلص في الدوام ولا تطرع إلا حول العصر يوم حط ولها الغداء ولا هذه صلاة يقيم لصلاة العصر تتغدى ولا تروح تصلي مثل صلاة المغرب لأن صلاة المغرب هي كان الناس عندهم في القديم هي صلاة هي موعد العشاء موعد العشاء بالفتح صلوهم المغرب ويحطون العشاء وبعضهم يحطه مع صلاة المغرب اختلف أهل العلم في المراد في الصلاة منهم من أخذ الأمر على عمومه عموم الصلاة أي صلاة ويمكن حتى السحور مثلا في في الصلوات مثلا أو في النوافل صيام النوافل أو حتى في رمضان وإن كان هذا لا يتأتى لأن بين الأذان وهو وقت الإمساك فرق بينه وبين الإقامة المراد نحن إما أن نقول المراد بالصلاة عمومها أو نريد بالصلاة خصوصها لماذا خصصناها لأنه جاء في رواية أخرى عند البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب وهذا واضح الدلالة ومثله في العموم الذي أريد به الخصوص قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالمراد بالناس نعيم بن مسعود والمراد بالناس الثانية أبو سفيان لا العموم العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقصى عموم باق على عمومه النوع النوع الثاني النوع الثاني عموم أريد به الخصوص كما في هذا الحديد والثالث العام المخصوص الذي جاءه دليل التخصيص أو دخله دليل التخصيص من الكتاب أو من السنة مثل مثل العدة في الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر خصص منها الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولا حاجة أن تنتظر فهذا عام مخصوص والعام الذي أريد به الخصوص كرواية البخاري قبل أن تصل صلاة المغرب وآية نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لكن ذكر المغرب هل يقتضي الحصر لا يقتضي الحصر على الصحيح فالمراد العموم لا صلاة بحضرة طعام وإن ورد في بعضها المغرب أو العشاء لكنه هذا جاء مجرى الغالب وخرج مخرج المعتاد عند الناس وإلا فأي طعام يحصل فيه الحكم لماذا الغرض في الصلاة الخشوع وحضور القلب في الصلاة فإذا حضر الطعام تشوش الإنسان لا سيما إذا كان جائعا فأن تصلي صلاة خاشعة أو أن تصلي صلاة ونفسك في هذا الطعام الذي تشم رائحته وقد يكون أمامك إذن حصر بعض العلماء الصلاة في المغرب اجتهاد منهم رحمهم الله وإلا فالنظر إلى العلة وهي التشويش المقتضي أو المنفضي إلى ترك الخشوع في كل الصلوات يقتضي أن يعمم الحكم وهذا المتمشي مع يسر الشريعة قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء العشاء طعام العشاء وش يخرج طعام الفطور طعام الغداء وطعام العشاء هو الطعام الذي يؤكل في العشي في آخر النهار وأول الليل وحضر العشاء سمي العشاء لأنه يؤكل في العشي وحضر العشاء وفي الحديث الآخر الرفض الآخر لا صلاة بحضرة طعام لا لا نافية للجنس ولا ناهية يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة على قولين لأهل العلم لا صلاة أي صلاة صلاة المغرب هذا الذي يؤكد ما قلناه في عموم الصلوات لا صلاة أي لا ليست الصلاة كاملة ولا تامة أو ليست الصلاة مجزية ولا صحيحة بحضرة الطعام صلاة اسمها وهو المنفي خبرها محذوف تقديره لا صلاة كاملة أو تامة أو لا صلاة صحيحة مجزئة على خلاف بين أهل العلم في قولين مشهورين والنفي هنا لا نافية بمعنى النهي أي لا يصلي لا يجوز أحد أن يصلي والطعام قد حضر لتأخذ النفس شهوتها وحاجتها منه من أجل أن يفي بحق الصلاة وهو الخشوع لا صلاة يتناول جميع الصلوات وليس الصلاة المغرب لماذا؟ قاعدة الأصولية تقول إن النكرة في سياق النفي أو النهي تأتي للعموم ومثله حديث لا صلاة فتعم كل الصلوات نكرة في سياق النفي وطعام أيضا نكرة يشمل سائر الأطعمة أو الغداء أو العشاء أو غيره وفي الرواية الأخرى رواية عائشة عند مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان انظر إلى روح الصلاة وهو الخشوع هل يمكن أن يصلي الإنسان بخشوع وهو جائع؟ ما يمكن هل يمكن الإنسان يصلي بخشوع وطمأنينة وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط ما يمكن أيضا لأنه يحتاج إلى الخلاء فيشوش يريد أن يخرج من صلاته بسرعة الأخبثان البول والغائط والحكمة لعدم تفرغ القلب للعبادة حال حضرة الطعام أو حال مدافعة الأخبثين البول والغائط وفي هذا أيضا دليل على مشروعية القياس عند الأصوليين قياس البول والغائط على حضرة الطعام بجامع العلة حصول التشويش وعدم الخشوع في الصلاة فيكون الحكم النهي إما الكراهة وإما التحريم في الحديث ولا وهو إعراب وهو مبتدأ يدافع الأخبثان خبر والجملة محلها النصب أي حال النصب على الحالية أي حال مدافعة الأخبثين وارتفاع الأخبثين وهو يدافعه الأخبثان على الرغع على أنه فاعل يدافعه ما المراد بالمدافعة إما على الحقيقة مفاعلة كأنه يصارع ويشارك في دفع البول أو الغائط شارك بين اثنين فصاعدا أو لأن كل واحد من المصلي والأخبثين كأنه يدافع الآخر وإما بمعنى الدفع مبالغة وتأكيدا المعنى الإجمالي للحديث يؤكد هذا الحديث على أهمية حضور القلب والخضوع والخشوع في الصلاة لأنه روح الصلاة وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي بسبب وجودها عدم الخشوع والخضوع كحضور الطعام ومدافعة البول والغائط لذا نهى الشارع عن الصلاة بحضرة الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه ويتعلق به قلبه وكذلك نهيه عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لانشغال خاطره بمدافعة الأذى ما حكم الخشوع في الصلاة من خلال ما سمعنا هل هو واجب أو ليس بواجب اختلف أهل العلم في حكم الخشوع في الصلاة ولاحظ الخشوع غير الطمأنينة طمأنينة ركن الطمأنينة ركن كما في حديث المسيء في صلاة ارجع فصل فإنك لم تصل لأنه لم يطمئ يسجد يركع يقوم بسرعة أما الخشوع لا حضور القلب الخشوع حضور القلب والخضوع وعدم الشواغل وهذا كثير اليوم مع مشاغل الحياة الدنيا تشاغل تسلي الظهر في العمل وأنت تفكر في عملك واشتبت تسوي بعد الصلاة بالله إذا صار عندك ضيوف ولا اجتماع ولا لجنة ولا ترقيات ولا شيء من الذي يشوش على الذهن فالخشوع يعني يرد كثيرا يعني عدم الخشوع يرد كثيرا بخلاف الطمأنينة فهناك فرق بين الخشوع والطمأنينة فالطمأنينة تركن أما الخشوع فمحل خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو ليس بواجب وهل الخشوع من صلب الصلاة ومن لبها أو من مكملاتها وفضائلها هل هو من الفرائض من الواجبات أو من المكملات والمتممات والفضائل على قولين لأهل العلم القول الأول أن الخشوع واجب أن الخشوع واجب مش دليلكم قد أفلح المؤمنون الذين من في صلاتهم خاشعون ما وجه الدلالة أن الله أخبر أن هؤلاء الذين تحقق لهم الفلاح وتحقق لهم دخول الجنة الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون فلا يريث ها غيرهم فدل على وجوب هذه الخصلة وهي الخشوع في الصلاة إذ لو كان مستحبا لكانت جنة الفردوس تورث بدون المستحبات لأن الجنة تنال بالواجبات دون المستحبات والمستحبات متممات ومكملات هذا هو القول الأول قول الثاني عدم الوجوب عدم وجوب الخشوع في الصلاة وأنه سنة ومكمل وفضيلة دليلهم استدلوا بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب عن الإقامة أقبل حتى يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا شوش عليه أذكر كذا أذكر كذا فيذكر ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإن لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جعالس الشاهد هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة لا لم يأمر بإعادة الصلاة إذن فدل على أن من لم يخشع في صلاته لا يؤمر بإعادة صلاته بل أمره أن يجبر ذلك بسجدتي السهو إذا نقص منه شيء أو شك وهذا دليل على عدم بطلانها ولو كانت باطلة لا عدم الخشوع من أوله وأمره بإعادتها الراجح القول الثاني وهو أن الخشوع غير واجب لأنه لا يملكه الإنسان يأتي شيء يشوش عليك فيصرفك عن الخشوع كما يأتي الشيطان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومع هذا ينبغي على المسلم المصلي أن يجاهد نفسه وأن يفرغ نفسه عند الصلاة من الشواغل لكن لو طرأت عليه فلا تفقده الصلاة وصلاته صحيحة وليست باطلة والدرجات في الجنة قد أفلح المؤمنون الجواب على آية المؤمنون هذا على درجات الجنة فالخاشعون درجاتهم أعلى في الجنان من المصلين غير الخاشعين مسألة حكم صلاة من قدم الصلاة على الطعام حين جاءنا النهي أنك لا تصلي بحضرة الطعام ولا وأنت يدافعك الأخبثان لكن لو صل صلاة صحيحة ولا باطلة اختلف آل العلم في هذه المسألة على قولين الجمهور أن صلاته صحيحة لكنها مكروهة ليه صلاة صحيحة؟ لأنه ما عمل فيها حدثاً ما انتقى ضوءه لكنه حصل عليه أمر جعله لا يخشع في صلاته فلا يدل ذلك على عدم صحتها وحملوا الأمر في قوله فابدأوا بالعشاء على الاستحباب وقالوا المقدر في النفي في قوله لا صلاة بحضرة طعام يعني لا صلاة كاملة ولا صلاة تام أي التمام والكمال وليس الإجزاء والصحة والقول الثاني وإليه ذهب الظاهرية أن الصلاة باطلة إذا حضر الطعام فكل إذا جاءك الأخبثان اذهب إلى دورة المياه وتخلى وارجع وتوضأ وارجع فصلي لأن الحديث ظاهر في النهي وهذا على مذهب الظاهرية في أنهم يحملون النهي على التحريم وعلى الفساد والبطلان وحملوا في قوله فابدأوا بالعشاء على الوجوب هذا يصلح لبعض الناس الذين يتساهلون وقالوا المقدر في النهي في قوله لا صلاة بحضرة طعام ما هو الصحة لا صلاة صحيحة ولا مجزئة بحضرة طعام والقول الأول قول جمهور هو الراجح والعلم عند الله تعالى وحكم هذه المسألة مترتب على المسألة التي قبلها في حكم الخشوع في الصلاة وقد رجحنا في ذلك عدم وجوب الخشوع في الصلاة وأنه سنة كما تقدم وعليه من لم يخشع في صلاته لتعلق قلبه بالطعام أو لانشغال خاطره بمدافعة الأذى والبول والغائض فقد أضاع كمال الصلاة وتمامها وليس صحتها وإجزاءها طيب مسألة هل كل حالة جوع توجب تقديم توجب تقديم الطعام على الصلاة أو الجوع الشديد الحديث لا صلاة بحضرة طعام طعام الذي تعلق قلبك به أو أنك جائع شديد الجوع أيضاً اختلف أهل العلم في هذه المسألة المبيحة في تقديم الطعام على الصلاة منهم من قدمه بالحاجة للطعام إذا كان جائع ومحتاج في وقت شدة جوع وجهد وفي الطعام قلة وكالة النفس متعلقة بالطعام ومشتاقة إليه وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم والقول الثاني يقدم الطعام على الصلاة مطلقاً دون تقي محتاج إليه غير محتاج مشتهي لأن الحديث ظاهر وواضح وبين وبق على عمومه وإطلاقه لا صلاة بحضرة طعام سبحان الله والله مهما كان الواحد شبعان تجيها أصناف لجة المشاوي ولجة المأكلات البحرية لو أنك أكل أنواع الكبسات ما تكفي فتظل النفوس متعلقة بأنواع الطعام ولهذا القول بالعموم أي طعام يحضر لا صلاة بحضرة طعام وليس الأمر شوف يسر الشريعة ليس الأمر كل فقط كل حتى تحس أنك أشبعت نفسك ولهذا قال في الحديث ولا يعجلن يا سلام انظر جمال الشريعة ويسرها لا تأكل سريع لا تعجل حضر الطعام كل بالهنى والسعادة وبعد ذلك صل فحقوق الله مبنية على المسامحة والتيسير قال في الحديث وهذا نص أين الذين يشقون على أنفسهم ويعنيتون أنفسهم ولا يعرفون يسر الشريعة ولا جمالها وليس ذلك مدعاة إلى التساهل بالواجبات الشرعية قال في حديث ابن عمر ولا يعجلن في الأكل حتى يفرغ منه ويأكل حاجته من الأكل بكماله طيب من كان على طهارة وهو يدافعه الأخبثان فما الحكم هل لو صلى صلاة وهو يدافع الأخبثان صلاة صحيحة ولا ليست صحيحة على الخلاف الذي ذكرناه بحضرة طعام والجواب أنه يقضي حاجته يا أخي لا تعسل على نفسك الدين يسر اذهب إلى الخلاء وتخلص من هذا الأذى بولا أو غائطا وارجع وصل صلاتك ومهما أدركت من الصلاة بعض الناس يقيم المؤذن فيريد يركض يريد تكبيرة الحرام وهو يدافعه الأخبثان أي إدراكك سنة أو الصف الأول أو أن تصلي بخشوع وتنتهي من ما يشغلك عن صلاتك ويتمشى مع يسري هذه الشريعة إذن نقول اذهب اقضي حاجتك وتيمم للصلاة حتى لو كان على طهارة وعدم الماء صل على طهارة وهو يدافعه الأخبثان أو يتيمم ويقضي حاجتك نعم نقول قضاء حاجتك وتتيمم حرصا على سلامة نفسك مدافعة الأذى ترىها ضرر على الصحة وعلى سلامة الإنسان أكثر أمراض القولون والأمور الباطنية من الأمساك أحيانا أو الإنسان يعسر نفسه ويضيق على نفسه لا يا أخ دائما عود نفسك على أن هذه الشريعة يسر وإذا كان هذا في أمور الدين فكذب أمور الدنيا إراك ذا الناس وراها الدنيا في مساهماتها وفي عقاراتها وفي أمورها وحتى يضغط على نفسه وهو يدافع الأخبثان ويأتي الطعام وينسى لا معناه هذا ما فهم رسالة في هذه الدنيا ولا رسالة هذا الدين نقول أنك تأذهب إلى الخلاء وتقضي الحاجة ولو عدم الماء ولو كنت بعد ذلك على غير طهارة فتتيمم ويكفي لأن الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة وذهب الظاهرية إلى أنها محرمة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وأما الصلاة بالتيمم فلا تكره بإجماعي أهل العلم لأنه عدم الماء فيتيمم الفوائد من هذا الحديث هذا الحديث عظيم الفوائد أولا مشروعية الخشوع في الصلاة بجمع القلب فيها واستحضار عظمة الله ومن تقف بين يديه ترجو رحمته ومغفراته وتخاف عقابه وعذابه فائدة الثانية تقديم فضيلة حضور القلب والخشوع في الصلاة وإزالة ما ينافيه على أفضلية أول الوقت ولو التأخر عن الجماعة لتدرك هذا هذه الرخصة وهذا الفضل الكبير ثالثا فيه دليل على كراهية الصلاة وقيل بتحريمها بحضرة الطعام لا سيما الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع فائدة الرابعة كراهية الصلاة مع وجود مدافعة الأخبثين طيب هل نقيس على حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين نعم نقيس عليها أي شيء يشوش على الإنسان الغضب حالة نفسية اعترته مر عليه حالة حاده أصيب أحد أولاده أصيبت زوجته كل هذه تقاس على حضرة الطعام يعني أي شيء يشوش على القلب والنفس فلاه حكمه اذهب يا أخي لو جاك خبر عن عيالك ولا عن أسرتك ولا عن بيتك فيه جائحة ولا مصيبة اذهب والصلاة إن شاء الله فيه رخصة وتلحق عليها إن شاء الله وكما قلت ليست هذه ذريعة للمتساهلين في الواجبات الشرعية عموم هذا الحكم في جميع الصلوات ليست صلاة المغرب ولا يخص بصلاة المغرب وإن ورد فيه رواية فإنها رواية خاصة لا تنافي العموم وهو من العموم الذي أريد به الخصوص حكم القياس وهو إلحاق الفرع بالأصل والنظير بنظيره لوجود العلة للحكم الشرعي الذي يشملهما جميعا فيشمل معنى حضور الطعام والمدافعة وقت الصلاة كل ما يشغل القلب مثل البرد البرد الشديد المزعج الأمطار مثلا الذي شدة الحر الشديد ولهذا أمر في شدة الحر بالإبراد في الصلاة وكل المشاغ قاعدة كل شغل يشغل النفس ويشوش على المصلي في خشوعه وحضور قلبه في الصلاة فليبدأ به قبل أن يصلي وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد والمن في قوله ولا يعجلن حتى يفرغ منه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل ولا يستعجل وقد ثبت صحيا ظرر استعجال الذي يأكل بعجلة ونهم وسرعة ويكفيه أنه لا يغص ولا لا يسرق والحمد لله أمر الله من سعة ثامنا من الفوائد أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة من بول أو غائط كل أولئك عذر في ترك الجماعة على أن لا يجعل وقت الطعام يعني لا يتعمد يا أهل البيت حطوا الطعام إذا أقيم تلعب على رب العالمين لا لا يتعمد هذا ويكون ديدنا له لكن لو حضر لظرف طارئ فلا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما في عادته واستمراريته وديمومته وهجيراه تقديم الطعام ونحوه على الصلاة ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله بل لأن حق الله مبني على المسامحة ولألا يدخل الإنسان في العبادة بقلب مشغول غير مقبل على مناجات ربه العاشر البعد عن المشوشات ينبغي للمصلي أن يبتعد عن كل ما يشوش عليه ولا يصلي إلا ولا يجعل وقت الصلاة وقتا للشواغ وحديث النفس حتى لا يفكر في شيء من أموره الخاصة والعامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نوائيكم من الخاشعين في صلواتنا المؤدين لها على ما يحبه ويرضاه وعلى وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال المسلمين ووفقهم للفقه في الدين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة هذا العطاء والفضل والمنة ووفق ولاة أمورنا لكل خير واحفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بحفظ الإسلام وببركة خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين والزائرين وابسط أمنها وأمانها ورخاءها وازدهارها وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر للحاضرين والقائلين والمستمعين والمتابعين واجزي العاملين في خدمة الحرمين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولاة أمرنا جميعا خير الجزاء واجزي العاملين في خدمة الحرمين من منسوب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومن رجال الأمن ومن الجميع اجزهم خير الجزاء ومن الذين يحرصون على متابعة وترتيب وتنظيم هذه الدروس العلمية من زملائنا مشكورين في وكالة الرئاسة للتوجيه والإرشاد وشؤون التدريس وكذلك في الترجمة جزاهم الله خيرا وفي لغة الإشارة شملنا الله جميعا بعفوه ولطفه ورحمته ومغفرته وكرمه وجنته نحن ووالدين والمسلمين ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء نسأل الله أن يشملنا بفضله ورحمته ومغفرته ونشكره سبحانه على نعمة هذه الأجواء الشتائية والربيعية ونزول الغيث نسأل الله أن يغيث القلوب بالإيمان وبالإيمان به وبرسوله وبكتوبه وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارث على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا